النهاردة بمناسبة مباراة مصر وبلجيكا روبيرتو مارتينيز الموديل فني المنتخب البلجيكي قال في تصريحات صحفية في أحدى الصحف ببلاده إن المباراة الودي أمام المنتخب المصري فرصة ليه قبل السفر إلى قطر خصوصا وأن مصر خصم أفريقيا من الشرق الأوسط يعني يفي بجميع المطلبات اللي بيبحث عنها المنتخب البلجيكي استعدادا لكأس العالم وده بذل الضبط اللي كنت بقول لحضراتكم من بارح منتخب البلجيكي هيخش مباراة مصر بمنتهى القوة وكأنها مباراة في كأس العالم فإحنا لازم نبقى مستعدين كويس ولازم نبقى متفاهمين ده بلجيكا واحدة من أقوى منتخبات العالم واحدة طبقى من المرشحين للفوز بكأس العالم بالتشكيلة اللي موجودة دلوقتي فلازم نبقى متفاهمين ده بهدوء بهدوء يعني مش مباراة سهلة يعني مش مباراة تعرضية ساعات كده لما في أوقات كثيرة لما كنا ملعى منتخبات عالمية أو أوروبية أو من أمريكا اللاتينية أحيانا بيبقوا جايين مباراة ستعرضية مباراة وهتخلص وخلاص فممكن نعرف نلعبها كويس لكن دي مباراة للمنتخب البلجيكي هي آخر مباراة استعدادية لكأس العالم فهيخش يعني بس بالفول تيم بالتشكيلة هي لعب بيها أول مباراة بكأس العالم بكل حاجة بكل حاجة فنهدى عشان ما قدش كلام بتاعمبها نحن بقى هادين كده ونتعامل مع مباراة إنها ودية ودينا منتعلم ودينا منخش احتكاكات قوايا وده شيء ده الأهم يعني شكرا